اولا ده رأي واحد من المواطنين لما يطلع يقولوا عندنا هنا في الهم كملين لان احنا بنسمع كل الناس وبنسمع بما فيهم اللي بيخشوا وتهجموا علينا وتطولوا ويتم اقتطاع ده ويتعمل برومو ويتسوق في الاعلام المصري ان احنا بنشمة او نحرد او نتمنى السوق للبلد تبقى دي حقارة وان كان في اي برومو او اي فيديو بعض الاراء اللي اصحابها قالوها فهم مسؤولين عنها لما يطلع واحد مختل نفسيا يقولك لما يبقى عندك كورونا يمشي يوزعه على الناس ده عنده مشكلة في دماغه ده عنده مشكلة في تفكيره ده ما ينسحبش على موقفي انا ولا موقف اي حد زيه ابدا ابدا لا اتمنى السوق للشعب المصري ولو حتى السوق ده ولو حتى المشكلة دي هتقدي الانهيار نظام الى يا عم انا مش مش معنا السوق ينتشر في المصريين لان الضحية حيبقى الناس الغلابة لان ضحية الكورونا والفقرة حيبقى المصريين الميت مليون وانا مش من الدناءة اني اتمنى السوق لميت مليون علشان مصلحة سياسية ابدا حاشا لله حاشا لله ويبقى اخر يوم في عمرنا لما نتمنى السوق لشعبنا والبلدنا علشان خصومة سياسية دي مش رجولة ولا جدعانة ولا نخوة ولا مبادئ ولا دين انا من اول يوم في موضوع كورونا لما قعدنا نقول كورونا هم يقولوا لا مفيش حاجة لما اقروا واعترفوا ان بالنحي الخلاف السياسي مش حبا فيهم ولكن حبا وكرامة في شعبنا ولكن علشان مصلحة الشعب المصري انا ما عنديش مشكلة دلوقتي ومش شغل دماغي لنطلع اقول الحكومة فاشلة انتوا شايفينها انا بيهمني مصلحة الميت مليون والبلد المليون كيلو متر مربع دي الارض والسماء والناس دول اللي شغلني انما يطلع واحد مختل ولا واحد عنده مشكلة في نفسيته ولا في انسانيته يقولك اللي عنده كورونا يروح ينشره عشان النظام الصحي يقع فالنظام يقع لا 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 ما هو النظام الصحي ده حيقع فالبلد والمواطن يقع معاه فالمواطن يتضرر وانا مش حبني اي موقف سياسي على مصلحة الشعب دي لرجولة ولا امروءة ولا نخوة ولا اي حق ولا دين فوق النفسك يا جماعة لو حد قال الكلام ده انا اتبرأ منه تماما ولا يمثلني ولا اقول الاول ده في حياتي لان مصلحة الناس هي دي الاهم عندنا مش هقول والله اه عندك كورونا روح اقف واعدي الناس لا 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 مش احنا دول يا جماعة حاشا لله وانا اتبرأ من كل موقف زي ده ابدا لا يمثلني ولا يمثلني في اي يوم من الايام